صباح الخير يا شباب. آآ دلوقتي هنكمل معاكم آآ موضوع بتاع الافراد بتاعنا. احنا كنا خدنا افراد آآ المكعب متوازن مستطيلات آآ الهرم ووصلنا لحاجة افراد المخروض. هنكمل معاكم آآ بعد افراد المخروض عندنا الافراد بتاع الاستوانة. ربنا افرد مثلا ان انا عندي استوانة استوانة كترها خمسة وارتفاعها عشرة. عايز اوجد الافراد بتاعها. لو انا جيت مسلا عند الاستوانة دي وروح تقصيت هنا كده. وابتديت ان انا فردتها. هيكون شكلها عند ازاي? هيكون شكلها عبارة عن زي دايرة فوق وفي دايرة تحت وبيجمع ما بين الدايرتين مساحة مستطيلة. آآ طول الارتفاع المساحة المستطيلة دي هيساوي نفس ارتفاع الاستوانة. والعرض بتاع المساحة المستطيلة بتاعتي دي هيساوي محيط آآ آآ الدايرة بتاعتي. تعالوا نرسم الكلام ده مع بعض كده ونشوفه. يعني انا اللي عندي حاجة زي كده. نفع برعة عن دايرة. دايرة فوق ودايرة تحت دايرة فوق بتمثل القاعدة الاروية ودايرة تحت بتمثل القاعدة السفلية. وبيوصل ما بينهم مساحة مستطيلة اللي هي آآ بتساوي آآ ارتفاع الاستوانة وفي المحيط بتاع الدايرة. دي هتساوي الارتفاع بتاع الاستوانة ده كده. ودي مساحة دي هتساوي الوحيط بتاع الدايرة اللي هو دي الار عندي. وهنا ده هيبقى الارتفاع بتاعي اللي هو لو افترضنا مسلا الارتفاع بتاعي دا قل هيبقى دا قل. طيب ده كده انا لو برسم افراد استوانة ما فيهاش اي قطة ما فيهاش اي تشكيل. طيب لو انا عندي الاستوانة دي لنفرض مسلا. انا جبت الاستوانة بتاعتي دي كده. هي. وعملت فيها شاطف كده ميل. شكل الشاطف ده هيكون عامل زي آآ ميل خلينا نميله اكتر اهو. شاطف على مستوى ميل. شكل الشاطف ده هيكون كده 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 كده. تمام? تعالوا نشوف الكلام ده لما نيجي نرسمه يكون عامل زي. اهو لما نيجي نأكد عليها. عندي دي المساحة بتاعت ايه? اللي هو مكان الشاطف. دي كده. وعندي المساحة الخارجية. دي المستوى بتاع القطع بتاعي. تمام? طبعا ده المفروض ان هي افتراضيا هتكون مكملة ومقفولة هنا كده استوانة استوانة تم اعطاها. فايب لو انا عايز اوجد افراد حاجة زي كده. من دي السؤال موجودة عندنا في المنهة. بنعمل ايه? اول خطوة بتاعتنا بنعمل الافراد بتاعنا كامل. يعني ايه بنعمل الافراد بتاعنا? الاول لازم نرسم المساقط لازم نرسم المسقطين بتاع الاستوانة. المسقط ومسقط البلان وبعد كده بنعمل الافراد بتاعنا كامل. يعني تعالوا خطوة خطوة كده مع بعض. وقيت هنا. ورسمت المستطيل بتاعي نفس الارتفاع بتاع الاستوانا. والمسافة دي اللي هي اتنين باي ار. وروحته. جدا طبعا هيكون في هنا دايرة تانية تحت اللي هي بتمثل القاعدة السفلية للاستوانا. تمام? طيب وهبتدي هعمل هي بقى? هبتدي هروح واخد الشطف بتاعي اللي كان هنا هروح عامله هنا. يعني ايه? يعني انا لو الشطف بتاعي ده قال لي مثلا على خمسة واربعين. من من المنتصف يعني ايه؟ يا من المنتصف الاستوانا ويعمل بزاوية خمسة واربعين. هطلع من هنا لحد منتصف الاستوانا واعمل شطف ميل ميل بيميل خمسة واربعين. طب افرض قال لي ستين. برضو نفس الكلام هطلع من لحد المنتصف وهاخد الشاطف بتاعي ستين. طبعا هو بيوصف لي في المسألة آآ آآ المكان بتاع القطع بتاعي لحد فين? يعني ايه? على سبيل المثال بيقول لي ان القطع بتاع الاستوانة بتاعته دي آآ على زاوية خمسة واربين او على زاوية ستين. افراد استوانة مثلا اهو في المسال ده مثلا قال لي افراد الاستوانة ازا قطعه بمستوى يمر بمنتصف الارتفاع ويميل بزاوية تلاتين. فهنا قال لي ان الاستوانة اتقطعت بزاوية تلاتين. ووصلت لحد فين? لحد منتصف الارتفاع. يعني هي ده الارتفاع الكلي ده نص الارتفاع. الميل بتاعي ده زاوية تلاتين. فانا بيتوصف لي كلاميا في المسألة نفسها. طيب انا عملت الشاطف بتاعي ده. هعمل ايه? هبتدي ان الدايرة بتاعتي دي هقسمها. هقسمها كم جزء? زي ما تحب. يعني مسلا انت ممكن تقسمها تمن اجزاء. ممكن تقسمها اتناشر جزء. ممكن تقسمها اي عدد من الاجزاء اللي انت عايزه. خلينا انا هقسمها هنا تمانية. طيب. قسمت اللي بتاعتي دي لتمان اجزاء. وهبتدي هرقم الزوايا بتاعتي. يعني هبتدي سفر. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. طيب. رقمت الاجزاء بتاعتي. تمام? هتبتدي ان انت تعمل ايه? تطلع من السفر. بقيت دي النقطة كام? دي النقطة سفر ودي سفر داش. بعدين تطلع من الواحد والسبعة. بقيت دي النقطة واحد وسبعة. وبقيت اللي فوق بتسوي ايه? واحد داش سيفن داش. نفس الكلام. اتنين وستة. واللي فوق بتسوي ايه? اتنين داش. ست داش. طيب نفس الكلام تلاتة وخمسة. بقيت دي تلاتة وخمسة. واللي فوق دي بتسوي كام? اللي هي 3داش و 5داش نفس الكلام مع الاربعة دي اربعة داش ودي اربعة وهتبتدي ان الخط بتاعك ده المحيط بتاع الدايرة ده اللي هو اتنين باي ار والي هو الخط اللي بيمثل المحيط بتاع الدايرة اللي هو العرض بتاع القطعة المستقيمة اللي هو المفروض ان ده هيلف على الستوانة من هنا هيلف الدايرة دي على القاعدة السفلية من هنا هيبتدي ان انت تقسمه طيب هتقسمه ازاي او هتقسمه الايه هتقسمه لنفس العدد اللي انت قسمت لهنا يعني هنا لو قسمت تمانية لازما الخط دا يتقسم تمانية لو قسمت هنا 12 لازما الخط دا يتقسم 12 لو قسمت هنا 16 لازما دا يتقسم 16 طيب احنا هنا مقسمين كام مقسمين تمانية يبقى لازما الخط دا يتقسم تمانية طيب هعمل عملية التقسيم دي ازاي عملية هندسية احنا خدناها هبتدي اروح واخد خط معي بزاوية قد اي يا دكتور باي زاوية افتكروا تقسيم قطعة مستقيمة. عملية تقسيم قطعة مستقيمة. ودي هتبقى النقطة صفر بتاعتك. طيب. وهتفتح بالبرجة الفتحة مع اولى. تمام? وهتبتدي ان انت تقسم. تركز تاخد قوس. وبعدين تركز والقوس اللي بعده. تركز والقوس اللي بعده. تركز والقوس اللي بعده. وعندنا واحد اتنين. واحد اتنين. تلاتة اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تماني. تماني. وبعدين توصل النهاية بتاعتك دي بالنهاية دي. وبعدين هتبتدي تعمل ايه? موازيات. 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 طيب. فدي هتبقى النقطة رقم رقم كام? دي سفر. بادي النقطة رقم واحد. بادي اتنين. بادي دي تلاتة بقت دي اربعة خمسة ستة سبعة وترجع تاني كام سفر ربع عليكم. وهتطلع من كل نقطة من النقط دي بعمود. طلعت بعمود هتجيب من المستوى الميل ده هتشد خط افقي. طيب لحد فين? لحد العمود المقابل للنقطة بتاعتها. يعني من سفر. من سفر هتمد الحد السفر هنا. وتمد الحد السفر الناحية التانية. ومن واحد تمد الحد الواحد هنا. ومن سبعة تمد الحد السبعة. طيب من اتنين وستة ادي الحد اللي اتنين. وتكمل لحد الستة. طيب التلاتة والخمسة. تلاتة. نكمل لحد. الخمسة. طيب الاربعة اهي. يعني عندك دي سفر داش واحد داش اتنين داش تلات داش اربعة داش خمسة داش ستة داش سبعة داش سفر داش. وقت تبتدي بمستارة الملحنات بتاعتك توصل النقط دي. طيب. تعالوا نأكد على النقط بتاعتنا دي والاماكن بتاعتها. اهي. ونخلينا نعملها بالاحمر مثلا. عشان تبين اكتر. ووصلت التوصيل بتاعك المفروض. ان ده شكل المنحنة اللي هطلع لك في النهاية. ده. اللي هو المفروض ان انت لو جيت قصيت من هنا وجيت فردت هيطلع لك المنحنة ده. يعني انت لو جيت قصيت الحاجة دي كده هتلاقيها شكلها عامل كده بالزبط. انه افترضنا ان احنا قصينا من هنا بالزبط وفردنا الحاجاتين. يعني هيكون الارتفاع من هنا اعلى من الارتفاع من هنا قديم. طب دي النقطة ايه بتمثل ايه النقطتين دول بيمثلوا بيمثلوا السفر. طب دي النقطة اعلى نقطة بتمثلي عندي ايه بتمثلي النقطة رقم اربعة. طيب تعالوا ناكد برضو على الخطوط بتاعكنا كده. عشان تبين لنا اكتر. اهو. هادي المسقط البلان. وهادي التأسيمات اللي على المسقط البلان ايه. سفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. طيب. وهدي المسقط الاليفيجن. ودي النقط بتاعة الاليفيجن. طيب. وهنا الحتة اللي انا مديت منها. اهيه. تعالوا ناكدها برضو بقلم لا زرق اهو. طيب. وبعدين رحت عملت عملية توصيل. ايه دي المحيط بتاعي. طيب. فاضل ايه اولاد? انا لو جيت دلوقتي رحت عملت الكلام ده. وروحت رسمت الدايرة بتاعتي. تحت ايه? وروحت قصيت وعملت وجمعت الكلام ده كله. هيفضل ايه بالنسبة لي? هيفضل بالنسبة لي ان الاستوانة عندي فوق لسه مفتوحة. الاستوانة وفوق عندي لسه ما تمش تغطيتها. فانا لازم انا وجد شكل الالبس بتاعتي دي. وهي فعلا هتكون في الحقيقة بتاعها هيكون اللي بيجي يروح عامل لي تغطية هنا. طيب او او بيسموه بيقولو عليه طب التروشيب ده هيتم ازاي ان انا ها استنتجي او كده. هتيجي هنا. ممكن نستنتج حاجة ماشي. خلينا نشتغل حاجة زي كده على الجزء ده كده هنا. ماشي. تروح واخد لي خط تاني موازي للخط ده. حد فيكم دلوقتي هيقول لي طب وبيبعد بمسافة قدية دكتور بيبعد باي مسافة. يعني المسافة من هنا الهنا اي مسافة انت عايزة. ما فيش مشكلة. بخليها مسافة معقولة وخلاص. وبعدين هتبتدي المهم من الخط ده يكون موازي للخط ده. يكون موازي للمحور ده. طيب وهتبتدي تعمل ايه? من كل نقطة من النقط بتاعتك دي تطلع بعمودي على الخط ده. هلو بقالكم. عمودي على الخط ده عمودي على الخط ده. يعني الزاوية دي لازم انتو كنت تسعين درجة عشان بعضكم بيغلط فيها. عمودي. 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 طيب وهتبتدي ان انت تعمل ايه? هتبتدي ان انت تنقلوا النقط بتاعتك دي كده فوق. يعني النقطة دي هتبقى يا ولاد برافو عليكم. النقطة دي هتبقى زيرو داش. طيب. والنقطة اللي قصدها هتبقى اربعة داش. خلاص دول انا مش هعمل فيهم اي حاجة. طيب. النقط اللي بقيته النقط اللي هنا هتعمل ايه? هتروح واخد لي خط كده. المسافة من هنا لحد سبعة تاخد هالي بالبرجل من هنا لحد سبعة. والمسافة من هنا لحد واحد من هنا بالبرجل من هنا لحد واحد اهيه. يبقى اذا النقطة دي كام? النقطة دي واحد داش. والنقطة دي سيفن داش. طيب نفس الكلام من المركز لحد ستة. من المركز لحد ستة. ستة داشة. من المركز لحد النقطة رقم اه اتنين. من المركز لحد النقطة رقم اتنين. اتنين داش. بعدين من هنا لحد خمسة. من هنا لحد خمسة. يبقى النقطة دي كام? خمسة داش. من النقطة دي لحد تلاتة. من النقطة دي لحد تلاتة. يبقى النقطة دي تلاتة داشة. والنقطة دي خمسة داشة. والنقطة دي ستة داشة. والنقطة دي سبعة داشة. انا بظللهم كده عشان يبقى قدامكم في التصوير. النقطة دي اربعة. وهبتدي النقط بتاعتي اللي انا جبتها دي هعمل ايه? هوصلها مع بعضيها. ايه. برضو هتوصلها مع بعضيها بالفرنش كيف. ده اسمه ايه? بعد كده ممكن تنقل بتاعك ده اللي انت استنتجته هنا. طيب ازاي بتاعي هنا بقى? ممكن هتاخد خط كده افق. وتبتدي ان انت المقاس بتاعك انت خلاص انت ممكن تبتدي من النقطة صفر وممكن تبتدي من النقطة اربعة. مفيش مشكلة. طيب ابتديت مسلا من النقطة صفر خلاص دي بقت النقطة صفر. بعدين هتروح واخد لي المسافة ده هي? تنقلها لي هنا. وبعدين من هنا لحد هنا. وبعدين تنقل لي من هنا لحد هنا. وبعدين من هنا لحد هنا. وتبتدي ان انت كل نقطة من النقطة دي تطلع منها خط افقي. خط افقي. خط افقي. خط افقي. تمام? وهتبتدي المسافة بتاعتك دهي من هنا لحد هنا تقيس وقوس. تقيس وقوس. بالبرجل بقى. كل الشغل بتاعك ده بالبرجل. من هنا لحد هنا. من هنا لحد هنا. من هنا لحد هنا. وبعدين المسافة دي من هنا لحد هنا. ومن هنا لحد هنا. من هنا لحد هنا. ومن هنا لحد هين. وبعدين دي اخر نقطة عندك فوق هي. وهتبتدي تعمل ايه? تروح موصل التروشيب بتاعك ده. انا عندي النقطة بتاعتي هي. خلينا برضو نرقمها. دي النقطة ايه? اربعة داشة. ودي النقطة رقم كام? خمسة داشة. ودي النقطة رقم كام? ستة داشة. ودي النقطة رقم كام? سبعة داشة. ودي النقطة رقم كام? سفر داشة. ودي النقطة رقم كام? برافو عليكم. عندي دي اا دي كانت كام? دي اربعة دي تلاتة داشة. دي اتنين داشة. دي واحد داشة. وبعد كده بعمل ايه? ممكن اتقل على الاليبس بتاعتي اللي هي بتمثل لي طبعا احنا لازم نحاجة زي كده نتضرب عليها كزا مرة لان المسألة دي مش مسألة سهلة دي من اصعب المسائل في الافراد يعني هي مش اصعب مسألة طبعا بس من اصعب المسائل بتاعتنا في الافراد نازم نتضرب عليها كزا مرة قبل الامتحان